زين الحبوب والتدعيات العالمية معنا من روما خبير الأمن الغذائي في مركز جينيف لدراسات دكتور فاضل الزعبي دكتور الزعبي مخاوف جدية من عودة أزمة الغذاء العالمية تحديدا الدول أكثر فقرا في أفريقيا كان الهدف من هذا الاتفاق فرض استقرار لأسعار الغذاء العالمية ماذا بعد الانسحاب الروسي بدأت الأزمة فعليا هل هناك جهوزية لدى الدول الكبرى لمنع أي انهيارات في الأسواق وتحديدا الترويح بالمجاعة ما يحصل يتهدد مئات الملايين من البشر مساء الخير نعم مثل ما ذكر تماما إيقاف هذا الاتفاق سوف يؤدي إلى عدم استقرار في سوق الغذاء العالمي هذا عدم الاستقرار يؤدي إلى رفع الأسعار رفع الأسعار كما ذكر تقريركم أيضا انخفضت خلال عام بفعل هذا الاتفاق إلى 24% والآن خلال يوم واحد ارتفعت 4% إذن هناك خطر على الدول ذات الدخل المتدني والتي تعيش تحت وطأة الديون الكبيرة والديون الهائلة من عدم قدرتها على استيراد نفس الكميات التي كانت تستوردها حقيقة هو هذا الخطر المباشر الذي ممكن أن ينجم عنه توقيف هذا الاتفاق إذا بدنا نبحث بتفاصيل أخرى على سبيل المثال نحن في منطقة الشرق الأوسط تقريبا ما استوردنا من أوكرانيا هذا العام إلا بحدود الخمسة في المية فقط لماذا؟ لأن معظم هذه الدول استطاعت أن تنوع من مصادرها وأن تزيد من احتياطياتها لذلك الوطأ لن تكون بنفس الشدة التي كانت عليها عند بدء الحرب راح تكون أخف لاتخاذ العديد من الدول إجراءات احترازية وزيادة مخزونات استراتيجية وتغيير مناشئ أو المنشأ الحبوب والقمح تحديدا إلا أن هذا لا يعني بأنه لن يكون هناك تأثير على ازدياد حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم روسيا تستخدم اليوم هذا الانسحاب كورقة ضغط مرجعيات أوروبية تتحدث بأن هناك تعليق قد تكون هناك عودة لموسكو ولكن ما أعنرته وزارة الدفاع والخارجية أيضا صباح هذا اليوم بأن هذا الانسحاب نهائي ولا عودة عنه وهناك هواجس أملية تحديدا استخدام هذه السفن لتهريب مسيرات وكل التفاصيل التي شرحتها بإسهاب وزارة الدفاع الروسية ولكن الضمانات التي حصل عليها العالم لجهة سلامة الملاحة في البحر الأسوط تسقط أيضا كيف سيواجه العالم مصير هذه المحاصيل الأوكرارية ولم يتضح بعد الموقف الأوروبي بشأن المساعدات للدول أكثر فقرا ولست تحرم إن كان من الحبوب أو حتى من الأسمنة للدول الزراعية أنا أحب أنظر للموضوع بعيدا عن التحليلات والدوافع السياسية لكل طرف من أطراف الاتفاق هذا اتفاق لتصدير الحبوب يشتمل على جزئين قامت روسيا أو قامت أوكرانيا بالحصول على الجزء الخاص فيها أما بالنسبة لروسيا فهناك جزء خاص بالصفقة لم يتم الحصول وإنما وعود وذكرها تقريبكم سواء العراقية للعقوبات التعامل المصرفي سويفت وغيره حتى خط الأمونيا اللي من تولياتي في روسيا إلى ميناء أو تصدر ثلاثة مليون طن فلذلك هذه كلها موجودة ولم يتم إلفاء بها أنا أتوقع روسيا تريد أن توقفه لكن بمجرد تحرك أي واحد من هذه الشروط سترجع للاتفاق الآن على الجهة الأخرى الاتحاد الأوروبي لم يحاول خلال عام من سيلبي مطالب روسيا اليوم وأنت تجيبني عن الشق المتصل بالاتحاد الأوروبي من وضع العقوبات المشكلة أنه الضامن لهذا الاتفاق تركيا والأمم التاحية الاثنين ليسوا هم من وضع العقوبات لذلك الدول الغربية هي من وضعت هذه العقوبات تحديدة الاتحاد الأوروبي وأمريكا مفروض أنه يكون فيه مرونة حتى يتم الإفاء بهذه واستمرار الاتفاق كذلك فيه كمان تقصير من الاتحاد الأوروبي أنه خلال عام لم يستطع من إيجاد طريق بديل لهذه الشاحنات لهذه الشاحنات من القمح والحبوب غير البحر بل على العكس صار فيه عراقيل وإحنا سمعنا بفترة من فترات بولندا وهنغاريا والدول المجاورة طالبت بوقف مرور ووقف استيراد الحبوب الأوكرانية إليها لذلك هذا الوضع جانبه سياسي أكثر منه جانب فني واستخدام الطرفين ليس طرف واحد لهذا الموضوع بورقة ضغط سياسية تؤدي إلى مزيدا من الجياع في العالم ومزيدا من الدول التي طيب دكتور الزعبي قبل أن تهي وقتنا بالنظر إلى أرقام يعني منذ أغسطس من العام الماضي 2022 حتى يوم هذه الليلة أو يوم غد عندما يتم التوقف نهائيا بالنسبة لأرقام والنسب 40% من هذه الحبوب صدرت إلى أوروبا 13% إلى آسيا 12% أيضا من هذه الحبوب فقط تم تصديرها إلى أفريقيا وخمسة بالمئة إلى الشرق الأوسط هل هناك مبالغة اليوم بدنوء المجاعة والأرقام تؤشر بشكل مباشر إلى أن الدول التي حصلت على هذه الشحنات من الحبوب هي أوروبا تركيا وآسيا وليست أفريقيا الدول أكثر فقرا تماما يعني أنت ذكرت نقطة مهمة جدا وسريعا حتى سدرك الوقت أولا المبلغ الكمية التي صدرتها أوكرانيا هي 8 مليون طن من القمح 33 مليون من الحبوب لكنها 8 مليون من القمح 8 مليون طن على معدل استهلاك 92 كيلو جرام في سنة الفرد يعني لا تطعم 80 مليون الحديث عن 500 مليون يدخل في المجاعة هذا مبالغ فيه 2 مثل ما ذكرت 12% راحت لأفريقيا فقط تركيا لحالها أخذت من الحبوب أكثر من أفريقيا أكثر من أفريقيا فلذلك يعني فيه مبالغات وطبعا المبالغات أيضا لأغراض سياسية كما ذكرت لك من الرد البداية أشكرك جزيلا شكر دكتور فاضل الزعب فعلا قراءة علمية وتصويب لما بات يعرف بالبروباجندا خبير الأمن الغذائي في مركز جناف كنت معنا مباشرة من العاصمة الإيطالية روما من جديد شكرا جزيلا لك